السلام عليكم ورحمة الله كنتمنىكم تكونوا باخر وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم غنشارك معاكم وضمن السلسلة التحضيرات رمضان مركز الحامض كي يجي رائع في المضاق وشكلا ولا أروع كنتمنى هدل وصفتنا لإعجاب ديالكم له عدة استعمالات كنتستخدموه في الكيكات وفي كريمة الحامض والعصائر وكذلك الطرطات بقوا معايحة للآخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير غادي نحتاج هنا كمية ديال الحامض أنا هنا عندي جوج كيلو ديال الحامض خاص الحامض ضروري ما يكون رطب والجلدة دياله ما تكون رقيقة كيكون فيه الماء يعني كيكون رائع مزيان ما ناخدوش للجلدة دياله غليدة ما كيكون ناشف أنا غا نحتاج هنا كمية ديال الحامض استعمل جوج كيلو ديال الحامض وهناي غا نستعمل كيلو ديال السكر سنيدة ممكن ضعفوا الكمية وممكن تدروا كمية أقل كي يبقى على حساب الكمية اللي بغيتون تومها وغادي تستعملوها إن شاء الله في الوصفة أول حاجة غادي نديروها هنا بدون حكاكة غادي نقشر الحامض بهذه الطريقة الناس اللي ما بغوش يقشروا بهذه الطريقة ممكن أنهم يديروا الحكاكة ولكن احنا نظرا أننا نمركز الحامض بزاف دين الناس اللي يعقزوا للحكاكة اقترحت عليكم هاد الفكرة دين أننا فقط غادي نديروها بهذه الطريقة اللي غادي نقشروا القشور من الفوق فقط ما نحاولوا هاد القشرة البيضاء ما نستعملوهاش هي اللي قد تدير المرورة في العصير دي الحامض غادي نحتافظ بهذه القشور اللي كيكونوا رقاقين وغادي نكمل الكمية دي الحامض اللي عندي كاملة حتى نكمل القشور كاملين غا نحتافظ بالقشور والحامض غادي نديرو على جنب وغادي نكملو تاتيمة دي الوصفة هنا غا نكمل ونطلاق معاكم هنا من بعد ما كملت الكمية دي الحامض كاملة اللي عندي هنا احتافظت بالقشور كيف مما كتشوفوا أن القشرة الفوقانية الصفراء هي اللي غادي نستعمل فقط في هاد الحامض يعني في هاد المركز ما غاديش نستعمل هاد الجلد الغليدة وغادي ناخد هاد الحامض أكيد قبل من بدو الحامض قدراني أنا غسلته مزيان بالخل وغسلته يعني بالماء غادي نقطعو إلى دوائر كيف مما كتشوفو نقدروا نحطوه أو لرقدو هاد الحامض كلو قبل ما نحيدو للقشرة نقدروا أن نرقدو في الماء ليلة كاملة أو لبضع ساعات يعني باش كيتنفاخ وكيساعد أنه كيتعصر لي نضغيها في العصارة وغادي نقطعو على جوج باش نوجدو يعني باش نسهل لي العملية بلما نبقى كل وحدة نقطعها بوحدها ونعصرها غادي نجمع الكمية كاملة وغادي ناخد إما الآلة الكهربائية ديال العصار ديال العصار أو لنناخده للآلة اليدوية كل واحد وشنو متوفر عندو غادي ناخد هنا هاد الحامض وغادي نعصره كامل مزيان حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي وهذا هو السر ليش خاصتنا نختاره الحامض اللي تكون الجلدة دياله رقيقة ويكون فيه الماء بزاف وأصلا أنا راقدته في الماء والخل باش نتنفخ ويعطينا كمية كثيرة ديال العصار ديال الحامض كيف مما كتشوفو أنا يراني غادي ننستمر حتى نطحنه كامل والحامض إلا كان فيه الماء بزاف راكي خرج لنا كمية ديال العصار بزاف هنا وحد الحيلة اللي غا نقول لكم بيدون أننا ما نضيفوا لي ولا قطرة ماء غادي نطحنوا الحامض فقط بوحده هنا القشور أنا غا نحتافظ بيهم غادي نحتاجهم على العصار أما بالنسبة لهذا القشرة الغلايدة الفوقانية من بعد مطحنة الحامض غادي نحتافظ بيه في كيس بلاستيكي في المجمد غادي ننغسل به إما الدجاج من اللي غادي ننصيب ثاني صابون منزلي للماكينة يعني الأوتوماتيك رانيا كنستعمل هاد القشور باش كيعطي المفعول وكيدين لي الريحة في هادك الصابون إن شاء الله في حلقات مقبلة غا نشارك معكم الطريقة وبالنسبة لهذا العدومة وهذا اللوب ديال الحامض غا نستعمله في الغسل ديال الدجاج حتى هو غا نحتافظ به في المجمد غادي ناخد هنا العاصر ديال الحامض من بعد مما أصرته كامل غا نضيف لي هاد القشور الرقاقين يعني هاد القشور الفوقانية فاقط غا نضيفها ليه وغا نضيف ليه نسكر ساندة قلنا كيلو ديال حامض غيكون بنصف كيلو ديالساندة جوج كيلو ديال حامض غاديكون بكيلو ديال السكر يعني كنستعملو النصف ديال الكيميه نستعمل نصف كيلو ديال السكر سانيدة نستعمل نصف كيلو ديال السكر هذا هو المقياس اللي خاصه يكون يعني الحاجة اللي غنستعملها ديال الفاكهة يكون نصف ديالها سكر شوفوكم اللي خليته هنا من صبحت العشية او لليلة كاملة من الاحسن را كيو اللي سيرو وكيطلق الماء بزاف وكيجيزوين في الشكل دياله وكيو اللي عاقد يعني ما كيبقش هدك الماء سائل بزاف غن ناخدوه اما غنطحنو بالميكسر كيف ما كتشوفو اما بالميكسر اولا بالخلاط الكهربائي هنا الميكسر يعني ما طحنش لي هدك القشور مزيان مزيان غادي نعاود نستعمل الخلاط الكهربائي باش يزيد الطحن اكتر كيف مما كتشوفو هنا كنطول لمدة في الطحين دياله باش كي يتطحن مزيان هدك القشرة يعني كنحاولو اننا نطحنوها مزيان مزيان وغادي نحلها كيف مما كتشوفو غادي ناخد واحد المصفات وغادي نصفي فيها هاد العاصير ديال الحامض غادي نصفيه مزيان مزيان اما هاد القشرة هاد اللي كيتبقى لي في المصفات راني كنخليه كنحتافض بيه في المجمد كنحنا نحتافض بيه باش كنستعملو في الكيكات او اللفتن سيم ديال اللي طارت او البريوش يعني كنستعملو كمونسيم طبيعي مئة في المئة بدون انني كل مرة من ناخد القشور ديال الحامض باش نبغي ننسم بيهم الكيكات يعني كيكون هاد عندي جاهز ما كيجمج حينت بحكم انه فيه السكر كنحتافض بيه وكي يدوم ليه لمدة طويلة تل أكثر من سنة بدون انهم يتغير المدق ديالو او اللون ديالو غناخد داب هاد السيرو اللي تحنس ديال المركز وغادي ناخده غنديرو اما في بواطات فرضيين كيف ما كتشوفو اللي غادي ناخد كل ما بغيت العاصر ديال الحامض سواء بواطة مسوسطة او اللي صغيرة كناخد على حسب الحاجة ديالي او الاستعمال اللي غنستعمل فيه اللي تبقى كان ناخده كنحطه في بواطة كبيرة وهو ما كيجمج كيبقى شكل ديالو كريمي وكان قدرنا انه نهزوه بسهولة ممكن اننا نحتافض بيه في البلاستيك الغيدائي يكون صغير يعني هاد بالنسبة الاحتفاظ كل واحد وفاش غادي يحتافض بيه ممكن كيما قدلكم اما البواطات يا اما اننا نحتافضوا بيه في البلاستيك الغيدائي كيبقى كل واحد والاختيار ديالو هاد المركز را كيكون كريمي وما كيحتاش انه زع ما غادي يجماد وما غادي يعدبنا من اللي غنبور ناخده ولا كيبقى جاهز نقدر نستعملو في اي وقت يعني كناخده غير بالمالعاقة فقط كعاصير عائلي مع جميع انواع الفواكه كيبقى اساس كل عصائر نقدر نستعملو مع اي فاكهة بغينا نقدر نستعملو غير بوحده مع الخيار او اللي النعناع كعاصير منعش اما في رمضان او اللي في الصيف وهادي هي الوصفة ديالنا دياليوم وده بغادي ننضيف الماء على هاد المركز في الكؤوس يعني بدون ان منضيف السكر كيكون جاهز للاستعمال مع اي عاصير بغيته وهادي الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله الى اعجباتكم بطبيعة الحال الوصفة كنقول لكم ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشاركو مع الاحباب والاصدقاء في مواقع التواصل الجماعي باش تعمل فائدة وكنقول لكم ديروا لايك ديروا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات الناس اللي اول مرة غيزوروا القناة ما تنسوش تشتركو في القناة تخليوا لي تعاليق محفزة وهذا هو الشكل ديال القشور ديال الحامض من بعد ماء جمده وعاود طحنتهم باش اعطوني هاتشكل هادا كمنسي من الكيك كنقول لكم هادي الوصفة ديالنا ديال اليوم الى وصفة قادمة ان شاء الله شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء